مش حايس ان بيرس تاو بدأ ينساجم مع النادي الاهلي وبدأ يعمل مباراة كميلة داني او انا جايلك كمان طي حاسس ولا مش حاسس لا مش حاسس لسه مش حاسس انا عافية انت مش مختنع ببيرس تاو مختنع بس هو بقاله فترة بيقدم مباراة كبيرة مع النادي الاهلي النهاردة كان كويس يعني الفرقة كان بتدافع طبيعي ما الفرقة كلها كان بتدافع ماش بس بالمناسبة لو عايز رأييي ماشي ازايب كم ان اقل يعني اللعيبة كلها قدت مباراة دفاعية بس بيرس كان مطلوب منه حتة زيادة دفاعية واهجومية بس على المباراة المذاية بيرس تاو عمل كويس طيب مباراة ازايب كان كويس لا حد كبير فراياش لا طبعا رايك ورايك احترم تعال اهدلي اخر مباراة الدوري اخر مباراة الدوري برستاو جت له فترة مباراة الهلال هنا حاجة كويسة مباراة صاندونز سانداونز لك عمل حال انا بكلمك بقى من بعد مبارات الهلال هنا. هاتلي بيرستاو شوفه عامل ازاي. ده بيرستاو بتاع سانداونز الخارجي. ماتش النادي اللي خسره. شايفه بيتحسن كتير يا كابتر عبدالله. يعني حتى من فترة قلت ان اخينا الاهل يضم بيرستاو. اهو انا جاي بمحترف عشان شايفه بيتحسن ولا المفروض المحترف ده يبقى جاي صانع الفريق اساسا معي. لا انا مش جاي لك لسه انت لسه جاي تتعلم عندي او لسه جاي لا انت بقى لك فترة في نادي الاهل. وده اللي بيتكلم معك فيه. ما ينفعش ابقى ماشى على سطر واسيب سطر. لا انت طول الوقت انت لازم تبقى مميز عن المجموعة اللي هي بتاعت النادي الاهل. ليه انت في الاوف الاخر. انت اسمك لعيب محترف. اقول لك على حاجة. علي معلول. بقاله ست اسمي في نادي الاهل. فيه كلام على علي. لا. ما نقدرش نتكلم معها. عشان علي طول الوقت مستويس. طبعا انت بتقولي انك لازم تبقى مميز عن اللعيبة اللي موجودة. طب وهو اعتبرنا انه بدأ اه اه ما رس quoted قول يوظف حسان الشحات نحية الشمال. لو اعتبرنا خلص نحية الشمال حسان الشحات موجود فيها. جميع. مين افضل من بيرستاو ناحية اليومين. والله في طاهر في أحمد عبدالقادر اللي بيعد وبعد نفسه إيه أنت شايف طاهر وحمد عبدالقادر أفضل من بيرستاو ممكن شايفه أفضل من بيرستاو أحمد عبدالقادر بالأخص حلوله أكتر طب ونت قطي اللواتي أحمد عبدالقادر بعد نفسه إزاي بالمشاكل اللي حاصلت المشكلة الأخيرة راجل كان يعني أقول لك مثلا هو الفرقة هو روح الفرقة صح ومرسكوة كان بيعتمد عليه كتير طب ما بالك بالك وده موجود في فوقان حسين دلوقتي شوف الترفين بتوعنادي الأهلي مع فوقان كهرباء مع نزول شريفه في حالته لما ربنا بكرمه وحمدي فاتح من تحته وحمدي فاتح من تحت ومروان بالموت على اللي بيقدمها خلال الفترة الأخيرة كنت شوفت بقي الجبهتين مع فوقان هاني مع كرصات علي وحلوة علي شوف في النادي الأهلي كان يبقى عامل إزاي وانت دلوقتي ممكن بتشتغل على جبه وجبه التانية نايمة يعني لوله الحسين الشحات في الحالة دي نادي الأهلي كنت ممكن تلاقي التلت الهجومي دلوقتي بعيد تماما إنما لأ حسين بفوق التلت الهجومي بالأخص فهو أنك هرباء والشغل اللي عامله شريف اللي لما بينزلوا وربنا بكرمه فكل الكلام ده المنظومة كلها بشكل مشغالها بشكل كويس نعم بقول لك على أيها اللي بتبعت نفسها المشكلة عندك أنت لا هتبع عندهم دور فني ولا هتبع عند زميل لك في المرعب ولا هتبع مع أخصائها لك طبيعي لا هي المشكلة عندك مشكلة عندهم عشان برستاو تحسن جدا واتفق معك جدا فيما يخص حميل عبدالقادر أتمنى أن عبدالقادر راجع نفسه لأنه عنصر مهم من نادي الأهلي والفترة اللي جاء منتخب مصر عظيم جدا